ومواكبة لهذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الأطلسي لدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني دكتور أهلا بك معنا أهلا وسهلا الجوار ما الذي يمكن أن نتوقعه من مجلس الأمن اليوم أعتقد بأنه لا يمكن أن نتوقع الكثير من مجلس الأمن سبق لمجلس الأمن الاجتماع في سبتمبر الماضي وأنتج قرار هو القرار 24-86 لم يكن مغايرا على القرارات السابقة ويدعو الأطراف إلى وقف إطلاق النار ويدعوهم إلى تمسك بكل مقتضيات التي موجودة منذ سنة 2015 يبدو بأن مجلس الأمن لم ينجح نوسيا عندما تدعو إلى هذه الجلسة لدراسة تطورات المنطقة ماذا تريد؟ روسيا هي تدعو إلى دراسة التطورات التي تجري في المنطقة وتشير إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني ولكن في الداخل منظومة العلاقات الدولية هناك كثير من التعاون بين روسيا وتركيا ومن صعب جدا أن يشدد الروس على النقاش القانوني من منطلق القانون الدولي حول وجود الأتراك الكل يعرف بأن ليبيا هي منظمة بمقتضيات الفصل السابع ولا أحد يعرف أين يدخل السلاح وكيف وقعت حتى الوفاق الوطني كيف وقعت هذه الحكومة؟ هذا النوع من المذكرات إذن الصراع هو يمكن أن نقول إلى حد الآن أنه لم يقع فيه ما يسمى بوجود مصالح مشتركة بين الدول الكبرى ليتم حسمه لا زال الصراع في بدايته والعديد من التقارير تشير إلى أن سنة 2020 ستكون عام التصعيد لماذا؟ لأنه لم يعد صراع فقط بين الليبيين وإنما أصبح داخل المعادلة المتوسطية بين منتدى ما يسمى بمنتدى الغاز وتركيا ثم وراء ذلك توجد القوى الكبرى أتحدث عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية طيب نشر قوات تركيا بإعلان رسمي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما دلالاته؟ أولا لما يتم توقيع هذا النوع من المذكرات هناك الأتراك يقولون وأيضا هذا هو رأي حكومة الوفاق الوطني بأنها هي الحكومة الشرعية وإذا كانت هي الحكومة الشرعية فيحق لها توقيع هذا النوع من المذكرات وقد كانت في تجارب سابقة في إطار تعاون اليوم أول نوع من القوات موجودة على الأرض ودخلت بهذه الطريقة التي نقول بأنها فيها نوع من التفاهم القانوني هي القوات التركية وهناك قوات أخرى وهناك قوات أخرى وهناك ميليشيات من طرف أطراف أخرى ولكن هنا الإشكال المطروح اليوم أمام مجلس الأمن وهو أن ليبيا هي ضمن مقتضيات الفصل السابع هي تهدد الأمن والسلم الدوليين وبالتالي يجب أن يتخذ قراره ولم يستطع أن يتخذ قرار الأتراك موجودون ولكن الأتراك يقولون بأنهم من أجل الدفاع عن طرابلوس من أجل التدريب من أجل تكوين كما يقولون مقابل ماذا دكتور مانار اسليمي مقابل ماذا تتواجد تركيا ماذا تريد أعتقد إذا حاولنا أن نقرأ هذه المسألة في إطار العلاقات الدولية ونظريات العلاقات الدولية تركيا تقول بأن هناك مشروع يحريد أن يخنق تركيا وهي أصبح بالنسبة إليها ليبيا هي مجال حيوي بمعنى ليس المتوسط فقط ولكن ليبيا هي مجال حيوي ولكن أعتقد أن الأمور إيديولوجية والسياسية هناك أطراف لها علاقات تركيا هي موجودة في ليبيا تدعفها منذ البداية وكان متوقع لأن مسألة المساعدة التركية هي ليست جديدة الكل يعرف أن هناك صراع بين دول من الخليج بعينها مع تركيا مرتبطة بنقاشات حول مسألة الإسلام السياسي إلى غير ذلك وهناك نقاشات أخرى مرتبطة بطبيعة الحكومة التي تسكون هناك أطراف تدعم حفتر واليوم هناك تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني ولكن يبدو بأن المعادلة تتغير الكل يقول بأن تركيا هي قوية أسكريا أكثر من القوى الإقليمية الموجودة والتي تساعد حفتر بل أكثر من ذلك أنها قد تدفع حفتر إلى التراجع وإذا تراجع سيكون عام نهايته ولكن الأتراك هم تحت مبرر آخر بمعنى وجود في ليبيا هو لمبرر آخر هناك الصراع حول الغاز الموجود في المتوسط الصراع الذي كان موجود في الشواطئ أو في السواحل السورية هو ينتقل الآن إلى هذه المنطقة وهذه الخطورة القادمة طيب كيف نفهم تواجد سيد سراج في المنطقة الآن مع وزير الداخلية ووزير الخارجية الليبي إضافة إلى وزير الخارجية التركي ماذا يريدون؟ أولا سنلاحظ مثلا خلال الأيام الماضية هناك محاولة تحدث هنا عن دول الجوار هناك محاولة مثلا دخول الجزائر على الخط ولاحظنا بأنه كان صراع داخل جامعة الدول العربية الدول المغاربية هي ترفض مثلا أن تتحكم الأقلية في جامعة الدول العربية والأقلية هنا هي الدول التي تدعم حفتر هي رفضت هذه المسألة ولكن الموقف من الأتراك التواجد التركي هو لازال غامض لاحظنا بأن هناك تحرك تركي وهناك تحرك جزائري هناك زيارة الاستراج وأيضا وزير خارجيته إلى الجزائر وهناك نقاشات هذا النوع من محاولة احتواء هذه المسألة ولكن يبدو بأن الدول المغاربية غابت عن ليبيا منذ مدة وتحاول اليوم أن تسترجع المبادرة لماذا؟ لأنه لا أحد في مصلحة من دول مغاربية أن يكون الصراع بين القوى الكبرى داخل هذه المنطقة لا ننسى بأن ليبيا لها موقع جيوستراتيجي كبير لها سواحل ممتدة وأيضا لها عمق في منطقة السحل وإذا وقعت هناك مخاطر أمنية ونحن في الطريق نحوها ستهدد كل دول شمال إفريقيا إذن هنا تحرك من الدول المغاربية ولكن لها موقف داخل جامعة الدول العربية وأعتقد أنه ستكون مواقف خلال الأسابيع المقبلة في محاولة تخفيض ما يسمى بالتصعيد هناك اليوم هذا الخطاب أعلنته العديد من الأطراف منها مثلا جوتاريس الكل يطالب بتخفيض الصراع لماذا؟ لأنه لا أحد في مصلحته أن تدخل مواجهة دولية داخل الأراضي الليبيا لماذا؟ لأنه قد نكون مرة أخرى وهذا هو التخوف أمام السيناريو مزيج من سوريا واليمن داخل ليبيا طيب بكل المعطيات التي ذكرتها دكتور منار هل خليفة حفتر اليوم في موقف أضعف أو يكاد يكون؟ خليفة حفتر من خلال العديد من اللقاءات التي قام بها خلال سنة 2019 لا ننسى بأنه منذ تسعة أشهر ويقول بأنه سيدخل طرابلس يبدو بأنه لديه قناعة عسكرية وهي أنه يريد شيء واحد خيار واحد وهو الدخول إلى طرابلس هذه المسألة تتبدد الآن أصبح من الصعب عليه مع ووج الأتراك أن يدخل إلى طرابلس وحتى فردا لو دخل إلى طرابلس لن يحل المشكلة ولكن أظن بأنه يتراجع ولعب آخر أوراقه وأعتقد بأنه هنا أمام خيار إما الدخول إلى طرابلس وهذا من الصعب جدا عليه اليوم وإما أنه يجب أن يجلس إلى طاولة المفاوضات سيرغم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وأعتقد بأنه اليوم هناك تفكير الذين لعبوا هذه الورقة هناك تفكير في تغييرها ورقة حفتر لم تعود مجدية في ليبيا يتلعب آخر أسابيع إذا شئتم لماذا؟ لأنه قلت تغيرت موازل القوى وأعتقد بأن حكومة الوفاق الوطني كانت مضطرة إلى القيام بهذا النوع من المذكرة للتفاهم تحت مسميات متعددة للقيام بنوع من التوازن طيب قلت أنه يلعب آخر أوراقه وأنه ممكن تغيره تغيره بمن؟ أعتقد بأن المعلومات الموجودة التي تروج بأنه بدأت تفكير في شخص يحل محل حفتر لماذا؟ لأن حفتر هو خطابه كله مبني على مقولة أنه سيدخل طرابلس واليوم قلت صعب بمعنى أنه هنا يمكن أن نقول بأن كل ما بنى عليه إذا بين مزدوجتين مشروعيته وليس شرعيته هو الآن يتبدد أعتقد بأن هناك العديد من الخيارات الموجودة بالنسبة للأطراف الموجودة في طبرق هي لديها خيارات أخرى وحتى داخل الجيش الذي يجمعه وحفتر هناك قيادات أخرى وأعتقد بأنه سيتم تغيرها يجب أن ننتبه أنه لعب دور على مستوى قيادة كان يستقبل في العديد من الدول مدعوم من طرف العديد من الدول ولم يستطيع أن يحقق نتائج يكفي أنه قلت منذ تسعة أشهر يقول ساعة الصفر وساعة الدخول إلى الطابلس ولم تتم وأعتقد بأنه إذا استطاع اليوم أن يحافظ عن بنغازي كما يعتقد البعض لأنه لم يعد المشكل بهذا التحول هو طرابلس قد يصبح المشكلة وحفاظه على بنغازي شكرا جزيلا لكم دكتور مانار سليمي على كل التوضيحات التي قدمتوه شكرا جزيلا لكم